قال النتق باسم الداخلية لواء سعد معنا أن مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية القتل قبض على إرهابيين اثنين مطلوبين وفق المادة أربع إرهاب لانتمائهما إلى عصابة داعش الإرهابية فيما يسمى بولاية كاركوك قاطع الحويجة مبينا أنهما مشتركان بعمليات إرهابية تدى القوات الأمنية وقد عملاء أيضا بما يسمى بديوان الحسبة وضف معنا أن المفارز ذاتها تمكنت من القاء القبض على إرهابي آخر يحمل هوية المزورة بعد أن تم استدراجه من محافظة بغداد إلى قضاء شرقات شمال محافظة صلاح الدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر